اهلا وسهلا بكم معنا في اي ام ترينج تدريبات واشتارات السلامة انهاردة ان شاء الله هنجاوب على السؤال الخاص بالاكشن تراكينج سيستيم ايه هو الاكشن تراكينج سيستيم بتعمل ازاي ايه هي اهميته في مواقع العمل ازاي قدر يطلع منه احصائيات خاصة بي انا كسيفت مانجر في السايت الهدف الرئيسي منه ايه التتبع بتاع النقط اللي بتتقفل جوا الاكشن تراكينج شيت واللي بتتفتح برضو احنا ممكن نستخدمها في كامل استخدام عشان نجاوب على السؤال ده عملنا الفيديو الحالي وكمان احنا منزلين على القاتل يوتيوب بتاعتنا منزلين اكتر من فيديو تقدر تخش عليها على ايه مترينج يوتيوب هتلاقي الفيديوز دي كلها معكم النهاردة المحاضر احمد مهر ان شاء الله تستعادوا الفيديو وكمان اللي هشو الفيديو عنده اي استفسار هيقدر يسيب كومنت على الفيسبوك او على لينكت ان تويتر انستجرام يوتيوب جميع نقطة السوشيال ميديا الخاصة بنا طيب نفتح تقرير من التقارير بتاعت الاكشن تراكينج شيت بتاعتنا انا عندي واحد مجهزه لكم اهو طيب انا بعمله ليه اول اول نخلينا ايه هو الاكشن تراكينج شيت او سيستم الشيت حاجة والسيستم حاجة تاني السيستم هو نظام بيتعمل عشان يميكشور او يتأكد ان فيه عملية متابعة وفول اوب على سيستم معين بيتطبق في مواقع العمل النهاردة هنتكلم على اللي خاص بالاتش اس اي بس لان الاكشن تراكينج شيت ده ممكن يتعمل على اكتر من نظام مش بس السيفتي بس طيب انا ليه بعمله بعمله عشان يعمل عملية تتبع لنقاط القوة والضعف وليه بسميها الايه كده زي السيفتي نوتس في مواقع العمل وكمان الاكتيفتي وكمان الشكاوى انت بكون تعمل على اي حاجة عندك في السايت اي نقاط وتعمل بها تتبع طيب بس تتبع لا يعني مش بس تتبع انا بحط النقطة اعرف ماذا تقليم الهازرد تقليم الهازرد مين اللي سجل اللي عمل ريكوردنج للنقطة دي مين اللي مسئول يحطها يحلها اسف بكتشر او صورة للكلام ده هنتكلم على نوع الكاترش بتاعته الكنترول بتاعه ازاي مين اللي مسئول يحلها بنحط مين اللي جابها ومين اللي حلها بعد كده المسئول ده تبع انهي ادارة بعد كده بنحط ديو ديت او تارجي ديت بعد كده بنحط الكلوز الابن بتاعها وده متلوينة قدام بالاخضر الاحمر هاشرح كونة وطر واحدها بعد كده بنعمل الكلوزر ديت يعني اتقفلت امتا؟ في كمان بعض انظمة الاكشن ترانج شيت بيحط color coding لريت الهازرد يعني ايه؟ يعني الهازرد عن النقطة دي عالي فهو يحط النون الاحمر ويكتلها هاي واطي او متوسط يحط عليها اصفر طيب هي لو يحط عليها اه اخضر او ممكن او اخضر عشان هي برضو هزد بتبقى احمر وبرتقاني واصفر في بعض الانظمة فيبقى احنا عرفنا ان الاكشن ترانج شيت دوت اللي قدامنا ليه كزا شكل وليه كزا نظام انا اجاب لكم واحد اهو تمام؟ ولعنكم ده جزء من كورس عندنا اسمه ورقيات مواق العمل وده جزء السوفت وير بتاعه ده ممكن يتحمل على سوفت وير سيستم ويتعام على موبايل فون اه بيتعامل وليه ياخد استخدامات كتيرة جدا طيب خلينا اخذها حتة حتة كده احنا هنفتح الاكسل شيت بتاعنا زي ما انا فتحته قدامكم اهو وهنتكلم على الريبورتن طيب ده observations يعني هي الريبورتن اللي انا بعمله ده في النقطة الرقم واحد ده observations طيب بعد كده locations المكان فين طبعا طيب في بعض المشاريع بيبقى عندنا location اللي هون بيبقى نصين زونة واريا بيبقى جوا حاجة جوا حاجة لازم تدقق قوي في حتة النات منشن المكان بتاعك بالزبط فين؟ مهمة جدا طيب هي متو كررة اه كرارها لان المسؤول عنها ممكن يتغير انت عندك نتكلم مثلا على السيفتي تيم بتاعك عندنا الزونة فيها اريات تمام؟ يعني الاريا سوري فيها الزونة فيها اريات تمام كده الاريات الصغيرة ديت احنا موجود معانا فيها اكتب من safety officers or supervisors كل واحد عمل او عمل تتبع للنوات اللي عنده وسجلها برضو تتسجل كلها تمام؟ طيب بعد كده ايه؟ بعد كده مين اللي عمل يعني هو مين اللي بلغ بيها مثلا احمد ماهر خلاص اوكي طيب الاسمال سوف تكتب حضرتك كل التوصيب بالميلي حسنا؟ يعني ديورو جانس بكشن طيب لو انا جاي لي comment او ncr مش هنقول ncr كبير شوية لو جاي لي comment او من استشاري بحطها طيب لو جاي لي من مدير المشروع برضو بحطها يعني ده مش بيقتصر على السيف ستين بس لا ده كمان بيقتصر ما كمان بيشمل الفريق العامل كلهم في مواقع العامل لو حد مسؤولي ده رجالك لو فيزيتور جالك لو قدت جالك ممكن تحط فيه طب لان لي بحطوه عشان اتأكد انها تقفلت بعد كده بحط صورة هتلاقها عندنا تحت كده انا وقال بتوكد تركيشيت هتلاقي فيه صورة اهي تمام دي صورة بالمشكلة اللي كانت موجودة معنا في بعض المواقع بتاعتنا دي كانت برا مصر تمام؟ طيب بنحطها وبعد كده بنحط نوع الفيوليشنز ده هو انصف اكشن ولا انصف كونديشن بعد كده احنا حطناه هو كفئة صنفناه فئة ايه؟ جوه التصنيف ده الكادرج بتاعته يعني هو مثلا سيكيورتي ولا اكسيز ولا ويلفير مثلا ولا طفات حريق ولا ايه؟ ما انا عندي انصف لوكيشنز انصف كونديشن طيب دي طبع مين؟ طبع بقى حاجة تانية اللي مكتوبة قدام من الادات سيكيورتي والاكسيز والويلفير والحاجات دي طيب بعد كده الكنترول بقى الكنترول ده لازم يكون دقيق جدا مباشر يعني ما ينفعش ميكت كومينيكيشن وازم مش عارف مين عشان يحل المشكلة غرط طبعا احنا بنكتب نوعات مباشرة تم مثلا تركيب حندريل مثلا يعني اقاف الزونة على فكرة ممكن بيحصى في بعض الماكن او الاشتاري وقف الشغل في المكان ده تمام؟ بعد كده الكنترول طيب الكنترول ده اللي هو الخانة دي انا بعمل عليها ماوس اهي بحرقها ياربكم ان شاء الله ماوس دار عندكم الخانة دي مقصود بها ايه؟ لو انت عندك شركتك اكتب اسم شركتك طيب لو حد منبرش شركتك ما اول باطن بلغك بمشكلة عنده او عندك انت اكتب اسمه طب ليه؟ ده في النقطة دي انا بحرف عندي مين اللي معني بحل المشكلة دي وده المشكلة المرفقة وده لهم ستين ميز الاولانية بتوضح مدى الكميليكيشز بين الادارات والشركات المختلفة وبرده داخلي لو ادارات داخلية زي مثلا بي امي مثلا وكمان بتوضح حاجة تانية التتبع بتاع الاستجابة الشركات مع بعضها ولو انت مين كونتراكتور عليه او هو مين كونتراكتور عليك او استشاري عليك او انت استشاري بالعكس انت برضو محتاج تعمل فلو اوبه في الحتة دي طيب بعد كده الاكشن باي مين بقى هنا مبتحطش اسم شخص هنا بتحط البوزيجة النام طب ليه ايه؟ ليه انا بحط البوزيجة النام؟ لان البوزيجة النام ده هي ادارة ال HSE التقرير ده مش معنى بيه شخص معين التقرير ده معنى بيه ادارات معنى بيه زي ليف الوظيفة هو اللي يحلها ويعمل ال اكشن طيب احنا بعد كده حاطين ترجيط طيب ليه ترجيط ده؟ الترجيط ده بتحط على بنانى على حاجتين مستوى الخطر بتاع الحاجة دي لو هي خطر عالية جدا بتبقى immediately انزادية على طول تتقفل في نفس اليوم immediately تمام؟ وكمان بنعمل الديت بنانى على حاجة تانية ايه بقى؟ بنشوف سرعة استجابة المقاول المقاول او الشخص المعني بالكلام ده استبقى في شاكتنا وبره شاكتنا فحل المشكلة دي تمام؟ طيب بعد كده بيجيط على اهي احنا لو عملنا اوبن هتلاقيها لونة احمر طيب لو رجعناها تانية زي ما كانت هتلجع اخضر انا هتكلم فوق على الكيماب اللي فوق دي بس خليها لما خلص الشرح اولين طيب مقصود هنا ليه؟ مقصود هنا عشان لما تيجي تعمل كده وتشوف عندك كمية الاوبنينج والكلوز المقفولة والمفتوحة حجمها قد ايه؟ اهو شفت كده؟ احنا عندنا مساجين هنا ميتين وتسعة نقطة تمام؟ فانت هتشوف هنا عندك قد ايه النقطة اللي مفتوحة واللي مقفولة ودي مهمة جدا طبعا طيب الكلوزر ديت بقى احنا حطينا ديو ديت لحاجة معينة اسبوع وان ويك مثلا وخلص الراجل افل بس افل يعني وزن تين دي ده معناه ايه؟ مقياس او معدل استكابة الراجل المسؤول في حل المشكلة ده مهم جدا تاني حاجة بتستفيد بعد كده ان ديو ديت بتاع الحاجة دي لما احنا حطناها اللي هو تارجد ديت كان غلط فهنقدر نحط تارجد ديت اكبر شوية حشان نحل المشكلة دي طيب لو احنا حطنا تارجد ديت وهو حله في نص الوقت لو اتكررت تاني تمام؟ هنحطها بس الوقت قال طيب حيط التقرر التاني هو طبيعة تكرر في الاكسل شيت ده؟ اه لكن كهازر لا مش طبيعة تكرر ليه مش طبيعة تكرر؟ لان احنا بنعمل تتبع عشان نتأكد ان فيه خطوات تمت على قفل المشكلة دي والملحوظة دي فده بيبقى ريكوردي طيب ايه كمان ممكن يعود علي من الاكشن تلكينج شيت دوت ان انا عندي اكسيبيرنس مسجلة عندي مشكلة تكررت احلها ازاي؟ ارجع باشا لنقطة الفوانات لها وحضرتك هتطبع منه نسخة كمام؟ وتحط عندك في الدولاب الديكومنتيشة كنا شرحناها قبل كده في الداتا الخاصة ازاي تعمل الديكومنتيشة في موقع العمل وحط منه نسخة افضيت اسري وخلي التيم عندك كل واحد ياخد عنده نسخة منه طيب بيبقى ايه وراك كمان تاني؟ بيبقى وراك حاجة تانية يعني اجراءات تانية بتتمي معيه انت سيفتي مانشر بتنزل تعمل وكسرو على التيم بتاعك او الاستشاري بنزل ياما عليك وكسرو مثلا او مدير المشروع نزل السايت اي حد نزل السايت شاف ملحوظة بلغك بيها انت بتسجله هنا طيب انت ممكن كمان تعرف ايه؟ ممكن كمان تعرف ان في هزرد في زونة معينة فتقدر تعمل منها ريتنج يعني ايه ريتنج؟ يعني انا عند مثلا زونة 65 على ايه؟ مثلا في السايت عند فيها ليفتنج وفيها ويلدنج فيها حاجة كتير جدا وسألات وورش اه حداية ده ودنيا هايسا فانا الريكوردنج ده اللي قدامي لما ادخل عليه هو زي الريجستر على فكرة لما ادخل عليه الداتا هيقول لي ان الزونة دي فيها ريت كتير اوي ريت اللون الاحمر اوبنينج وكمان لو احنا حطينا الريت بتاع الهازرد هلا ايه كتير؟ يبق انا بالتالي عملت ايه؟ عملت تتبع للخطوات بتاعتي قدرت اعرف التيم بتاعي شغال صح ولا غلط مين عندي في التيم مقصر ومش شغال ومين عندي في التيم شغال كويس تمام دي حاجة داخلية خاصة بك انت مين كمان عندي في التيم اقدر اتكلم معاه واقول له ركز عن النقط دي مين عندي اللي بيحل بسرعة انا بتكلم كاجراء داخلي مش كاجراء خارجي تمام طيب نجي بقى لحيشة المابل اللي فوق دي انا كنت عامل بقى لانا كنت استشاري عليهم في البحرين تمام فلما كنا هناك كنا بنشوف نقط معينة وكلنا بنحدد الجود والباد تمام انت باكو برضو تعمل ده عندك انت سواء كنت مين كنتراكتور او استشاري تعمله وتقول له ان هعمل لك جود يعني انت لو عمدت حقا كويسة هعمل هالك بس ايه هو الجود ده مش الحاجة الطبيعية يعني ما هو طبيعي ان الناس التنفيذ يعملوا ورك بيرمج سيستم احنا عندنا في مشاريعنا هنا الناس يعني بعض يعني مش عارفة ان المفتوض يعمل ورك بيرمج سيستم هو التنفيذ مش الاتش اي سي تيم حسب اس بير ستاندر طبعا حسب الموصفات البريطاني والامريكي بس احنا بنعمل الجود ده عشان نشجعه لما انا هبعد تقرير ده نسخة منه مسلا البي ام بحد اقصر ما ينفعش اطع اكتر البي ام لان البي ام يعني هو اصلا مش فاضل الكلام ده ان يشوف الريتنج ده بس انا بستخدمه ابعتهوله اقول له بص انا عندي كم نقطة مقفولة انت بتطلح تاني حاجة تانية تمام توتل كده بالاجراءات ان شاء الله هبقى نزله في فيديو الواحده اللي هو التقرير الشهري ازاي تعمله واتطلع منه ارقام دي بس خلينا اول نتكلم في الماب او الكي ماب الموجودة قدامنا اللي هي اللي مش عالية من ماوس دي الابن والكروز والجود والتوتل الابن اللي لوقت المفتوحة الكروز هو قفل قد ايه شايفيني ارقام مية اتنين واربعين ومفتوح عنده ساعة وستين لا حاجة كويس طبعا ايه كاركام مش كهازرد اوكي طيب تحت التوتل قد ايه ميتين وتسعة يبقى هو قفل من ميتين وتسعة نقطة قفل كان مية اتنين واربعين لو انت استشاعر وعندك من اول عمل كده حسب القوة المشروع عندك والنالك عندك هو عايز ايه كسفتي ممكن تقول له جودجابا وتشجعه طبعا عشان يعمل اكتر من كده ويشتغل في حاجة اكتر من كده ويزقف الشغل طيب الجود قلنا انا بحطه له عشان اقول له جودجابا انت شغل حلو بس الحاجة تبقى حاجة اكسترا زيادة يعني هو نزل السايت مثلا قالك انا بكرة هجيب مش عارف هعمل شغل معين ده التنفيذ ويوفر لي كزا كزا وانا هقف معاك وهو ادى ساب بورت تحطها في النوت تقولي ان فلاني فلاني المهندس فلاني سي ام او البي ام او حتى مهندس فلاني او مشرف عمل ملحوظة فلانية وحلها وسعيده عشان نحلها او الانساب بورت في حتة دي طيب هواني ينفي عبعد ده للمديد انا كسيفت سايت مانيجر ينفي عبعد ده لحد برا مشروع لا لو يطلب منك اقراريدي بس ده ما يطلعش برا مشروع غير لما يطلب منك طب ليه لان ده في حشو يعني ده في عملية هو تتبع لكل النقط اللي موجودة فسجل كل النقط هتيجي عندك بقى الارقام دي تعمل انت بيها بعد كده الشارتينج اللي هي عملها طبعها ونزة دي وتعملها في سلايد جوه المنصي بتاعك وتقول ان احنا قفلنا قد كده وفتحنا قد كده وممكن كمان تعمل مع الشارتينج نوع الهازرد ايه فهتلاقي نفسك عملية الهازرد احنا كنا قلنا بلكده في الان انا بحط ماب عندي في السايت اا في المكتب لوحة عليها المشروع كله وبوزع عليها الطفيات بتاعتي ومع توزيع الطفيات بوزع السيفتي تيم مين ماسك كل زونة وكمان باجي في المنطقة اللي فيها هاي هازرد اكتيفتي بعمل دورية حامرة عليها بالقلم لاحمر بتاعها اللوحة في المكتب بتاعي ليه بقى لان انا بعمل عملية ايه بقى انت الدورية الحامرة دي الريد زون عندك هي منطقة او الدورية الحامرة هي منطقة هاي اكتيفتي وهاي هازرد فانت هتلاقي عندك دورية الحامرة دي مع الوقت كل فترة يعني بتتنقل في الماب بتاعتك او في البلان اللي انت لازوه على الحيزة ده وبتحرك كذلك الاكشن تريد نشيد بعملية تتبع للهازرد رايح فين فممكن من خلال ده تنقل التيم بتاعك اه انا عندي رجل ده شاطر في الليفتنج وهو زونتو ماش ليفتنج خلاص انا ممكن اوديه مكان تيم ودي لايه علاقة بالمانجمنت بتاعتك في الصياد مع التيم بتاعك طيب ايه كمان ممكن تعمل اوارض الشهرية لتيم بتاعك من خلال التخدير ده مين عندك افل نقط اكتر طيب هو افل نقط اه افل نقط طيب افل قدي بقى افل مسعن 80% طيب ال 80% دي 100 نقطة عنده في الزونة هو افل 80% يعني 80 نقطة افل هاي هازرد ولا افل الصغيرين اللي هازرد تحم قليل ما دي برضه مهم عندي فانت هتكلم التيم بتاعك لأ ما تقفليش الصغير وسيم مفتوح لأ انا هاقفل انا دوري ان انا هاقفل كل النقط دي هتقفل ان شاء الله تمام انت كسيتسات مانجر نصيحة يعني انت جوين فور اند يعني انت شغال على طول تخلص كل النقط لان التيم بتاعك لو كل واحد في التيم واقع نقطة وانت عندك عشرين واحد بقى عندك عشرين نقطة مفتوحة ودي مش كده طبعا مش هتقفل لك التارجتس الكبيرة كنا احنا قلنا قبل كده برضه في ان انا بقسم المشن بتاعتي الكبيرة او التارجتس الكبيرة دي لاهداف صغيرة وفتتها وديها للتيم بتاعي لازم كل واحد معاهدة صغيرة يخلصوا بالاخر عشان اخده كامل واجمعهم على هدف التاني واعمل تارجت بقى لالتارجت بتاعنا خلصت واخش على بعده عطول تمام؟ فكل ده جوه الاكشن تراكينج سيستيم او الاكشن تراكينج شيت طيب ده بيجي مع مرفقات اه المرفقات اللي ما ده ايه التقرير الشهري اللي فيه الاحصائيات الاستاتيكس تحتك يعني وكمان ممكن تطلع منه احصائيات اسبوعية كمان وممكن تعمل منه معدل استجابة للمقاولين تمام؟ ايه كمان ممكن تحطها معاها فولدر خاص بالصور تحطها معاها تول بوكستوكت عملت او تحطها معاها هتكلم عن عاطوات نقط لو انت الاستشاري لو انت المين كونتراكتور لو انت مقاول الباطن ولو انت تبقى لمدير المشروع عندك او اكتب النقطة يعني طيب لو انت جالك من الاستشاري بتاخده تمام؟ هو هنا بيحط لك في الكنترولز هنا النقط دي ان هعمل عليها تأهي قدامي اللي هي النقط دي كده تمام؟ انت بتيجي هنا هو بيحط لك الكنترول ويقول لك ويسيب لك الديو ديت او ويحطه لك هو ساعة حسب انت بتيجي هنا عند البيكتشار تشيل البيكتشار الوحشة وتحط البيكتشار الكويس اللي هي الكوريكتف اكشن اللي حصلت يعني احنا مسلا كان عندنا هنا في حفر معين والسلم كان فيه مشكلة في السلم تمام؟ داست كنترول في الصورة اللي فاتت السلم دا كان طاير شوية منطقة الورشة فانت بتشيل الصور دي وتحط مكانها صورة تانية تمام؟ ليه؟ عشان يوانا انت عملت كوريكتف اكشن وتبعتها الو تاني تمام؟ وتيجي على الديو ديت انت تقول له كلوزد وتقفلها انت او هو افاياك مش مشكلة كبيرة مش مشكلة يعني اتفق مع طيب هقول لك انا نصيح كويسة جدا هاول مع الاستشاري ما يبقاش الموضوع بينك وبين الروبورتنج قد ما بينك وبينك وبينك كوميليكيشنز اكتر لان كده كده بعد طوله مش كويسة هو طبعا ده مهم جدا طبعا بس انت كاستشاري قعد معاه اكساو اشتفك طبعا وشوفه هو عايز ملاحظات ايه؟ الاكشن تنجيشيت ممكن جيب بقى اي شكل لاخد الاشكال دي؟ ليه مليون شكل شكل كتير جدا في مصر محترمة عامل اشكال حلوة جدا تمام؟ البنك الدولي اشتغل معانا قبل كده وبعض المهندسين المحترمين جدا كانوا معانا في البنك الدولي استشاري علينا كانوا عاملين شهر كويسة جدا طبعا وان شاء الله هنعمل فيديو خاص بيهم ان شاء الله قريبا بالمهندسين اللي احنا اشتغلنا معاهم وكان ايه نقطة القوى اللي عندهم اللي احنا نسبت منهم كا ايه مترينج او كان انا شخصي احمد ماي المدرب طيب ده بنزل الاستشاري طب بالنسبة للمقاول الباطن انت بقى هتبقى استشاري عليه هتبعته نفس الكلام ده طب للمدير مشروع هتبعته له بس انت هتقفلها وتفتحها على حسب استجابة التيم بتاعك طيب انا فيه حد قال لي يا بشر انا ببعت ل التنفيذ عندي في الشركة ايميل هم بيقفلوا بعدون دي تبعتها كويسة جدا ده صح ده بقى الحاجة المسالية في الاكشن تريك نشيت ان انت تقدر تبعت لتيم عندك فريق التنفيذ في الشركة عندك تبعت له البروشكت بتاع البروشكت بتاع البروشكت بتاعك وهو يقفله لك ده دلعة دي ده دي انت كده عشرة عشرة طيب انا الهدف ايه نصيحة بقى انت هدف هنا انك تقفل الهاي هازرد ده مهم اي او بلاك كس في كلامي انت هدفك انك تقفل الهاي هازرد الحاجات العالية والواطي كمان واللي هى الليفل الواطي الاول الليل برض مهم عندك مش الهدف عندي ان انا عم باد كومنيكيشن دايما بقولها في كل تدريب بعمله في الكرسيات الخاصة في زوم في القاعات اللي بنأجرها وبنحضر فيها التيم بتاعنا العلاقات بتاعتك هي المهمة مع الناس مدير مشروع مع التيم بتاعك الناس دي لو فيه جود كومنيكيشن هيصبورت معاك مش مشكلتك ان الناس دي بتفكر غلط مشكلتك انك مش عارف التعامل معهم حتى لو هو وحش اعرف مفتح مخه فالاكشن ترينج شيت ده ما تستخدموش ضد الناس اللي معاك سواء التيم بتاعك او سواء التنفيذ او المين كونتراكتور لو انت استشاري ليه لان ده بيعمل بتتبع هو حاجة اجبارية والزامية لاي حد معني في الاكشن ترينج شيت ده تمام عفوا يبقى انا كتب فهمت ايه فهمت ان هم هم جدا عندي في السايت طيب هبعت للمدير مشروع نسخة من ده اه بتبعته ممكن عادي بس تبعته ليه بقى عشان توري انت قفلت قديم وتعي من ريكورد جالك اوديت عرضه عليه ووريه التتبع بتاعك طيب الكوريكتف اكشن ده تعمل فانا عملت محاضرة سيفتي او عملنا دي كنداكشنز او ريكوليفكيشنز للناس عندي صح او عملنا مثلا اسبيشيال ترينج لناس معينين مكنوش واخدين اسبيشيال ترين بس هتحطها في الفايل بتاعك لو انت فاكرين قولنا الدولاب بيبقى موجود جواه اكتر من خمسة ربعين فايل هتلاقيه جوا الفايلات دي تمام؟ اللي تشكليستي بقى والكوريكتف اكشن كنت في البحرين الطلب مننا القلاينت كنت انا استشاريه ساعتها القلاينت طلب ان احنا نحط مع الكوريكتف اكشن جوا الفايل في الدولاب نحط معاه كل ما يخص الكوريكتف اكشن والكوريكتف اكشن مرفقات ليه وده اسلوبه و Ribelle بقى طبعا اوكيي دون تاب بروبلم يعني. تمام? فده شرح مختصر او لحاجات تانية اه دي التابع داخلي ممكن مديرك الاستشاري المديرك المالك اه سوري الدبوتي دايروكتب مانجر في الشركة عندك يبعته لك في السايت. انت تقفله تبعته له. هو الهدف ان من شخص الشخص يتقفل ويرجع تاني ويروح وييجي يعني حاول تقف بينه نسخة على جنب لانه هيدرب منك او ممكن يدرب لما هيبقى مسلا بلو سنة او سنتين شغال رايح جاية اسبوعي مسلا هتلاقيه يضرب منك. فانت على طول ياخد نسخة منه واعمل واشتغل على جديد عشان خاطر ان هو يكون ما يضربش. ويعمله تنصيق طبعا زي ما احنا بنعمل كده. وده هيبقى فيدك جدا لما يجدد تطبعه. كان فيه حد تسألني زي يعمل. ادي اهو شايفين? احنا عملنا كده واحد اهو. خلي الصفحة مزبوطة بحيس ابعادة من مشمال. طبعا هنا الريزيليوشن مش باين عشان تصوير الفيديو. بس ده شكل التقرير من بعيد لو احنا هنعمله برينتنج. طيب. انا كده خلصت? لا. انت لسه في كتير. ايه بقى? عملنا التناكينج شيد ده. وعملنا التتبع وقفلنا وفتحنا بتعمل تقرير الشهري بتاعك الاسبوعي. وتحط في الاناليسيز او التحليلات بتاعتك. وتحط في الركومنديشن بقى. ايه بقى انت تقدر تطلع من النقط دي كلها هزرد تاني. ايه بقى? انت كسيفتي مانجر. هتلاع عندك مثلا فيه 300 نقطة. 150 نقطة منهم? فيهم بي بي اي. اه يبقى انا كده هنا ببوش او ببغط على ضحف البي بي. هو المخزن فيه بس بطلعش كتير. يبقى ده الناس تحت المخازن محتاجة تاخد امره باشي من مديرها المدير المخازن. ومدير المخازن محتاج بتعاني انك تلاقي اقسام ومديرين مش فاهمين الروز. اه لازم تشرح لهم ده ده. مش مسؤوليك ان تشرح لهم ده. اه اللي هم من ادارة. المفوض ادارة تعمل كم ده? بس انت بتعمل ده عشان تحصل على الترجم بتاعك. الهدف. هتلاقي لازم بتعمل حقيقة جدا عشان توصل للهدف بتاعك. انا كده خلصت. ساعدت جدا بالفيديو المبسط دوت. تقدروا ان شاء الله تشوفوه في في اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر موجود بينه اللينكات بتاعتنا. خشوا وشوفوه. وحطنا بتاعتكم وقولونا رأيكم ايه? اللي عنده ملحوظة يقولنا عليها. طيب زي كل مرة. ده اخر ابدات. دي الكورسات بتاعتنا اللي حصلنا عليها اعتماد دولي من الناس. تقدروا تسألو عليها. موجودة على السوشيال ميديا بتاعتنا. وعلى وعلى زوم طبعا. سوري. وعلى الجروب بتاع الفيسبوك ايه? تمام? وان شاء الله ان شاء الله دي اخر حاجة مفادئة. عندنا اعتماد من شركة تدريب في الامارات ان شاء الله رأيب جدا هنتسوق لكورساتها موجودة معانا في مصر. ان شاء الله انا المحاضر ليها. وكمان هيبقى محتمدة من جهات في بريطانيا زي نيبوش ومحتمدة من الجهات في امريكا ان شاء الله. هنعمل وبنار خاص بيها ان شاء الله. اخر حاجة احنا عملنا رزق استيسمة من الناس. جيبناه. هنعمل ان شاء الله وبنار خاص بيه. وهنبدأ ان شاء الله ننشره في السوشيال ميديا. عشان تشوفوه. وتحضروا ان شاء الله معانا. وتقولنا رأيكم ايه? سعيدتي جدا بكم. والف شكرا. شكرا. السلام عليكم.